اهلا بكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice معكم خالب محيدين والنهاردة هكلمكم عن حاجة اول مرة الكلام عنها بصراحة بس هي مهمة جدا نجيب لكم اكتر عربيات صادمة في اسمها بصراحة كده عربيات كل يوم بتشوفها قدام عينيك بس انت حاجة من الاتنين يا اما انت طول عمرك فاكر منوطقها حاجة معانا وهي غلط يا اما كل ما تبص عليها تيجي تقراها ما تعرفش تقراها بس انت عارفة بتتقالي ازاي بس ما بتعرفش تقراها في خلال نضم كده العربيات دولة ثم بتعرف عشر عربيات كم ولا حاجة تعال نشوف هم كام وهما ايه ويلا بينا اول عربية معانا هي عربية الشعب العربية اللي عانت كتير او يا جماعة وشافت كتير وهتفضل معانا ومكملة طول عمرها العربية دي ما اسمهاش فيات يا جماعة ما اسمهاش فيات اسمها فيات فيات مش فيات التاني عربية معانا العربية العملاقة الدبابة اللي كلنا بنعشاقها اللي هي اقسم بالله ما اسمهاش جب شوف يا اخي احنا المصريين في كل حاجة تشوف اي كلمة فيها حرفين يعني او حرف متقرر مرتين تتك عليه كده يعني تحس ان انت زي مثلا كومنت تقول كومنت تقول كونكشن تقول ايه مش حاجات كده كتير جاية عند دي بقى وجاية تتتوب عندها ليه انا مش عارف هيديل وحيدة بقى اللي تتك عليها شوية عربية دي جامعة اسمها جيب 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 مش جيب جيب وخلي بالك من الجي الجي ها مش جي لأ فيه حرف دي خفيفة قوي كده يبقى جيب طيب التالت عربيات الجاهين دولت مع بعض كده بتشوفهم ما بتعرفش تنطقهم مع عينك عرفهم بس اول ما تيجي تقرأهم ما بتعرفش ما ما بتعرفش ليه انت بس تشوف تشوفهم كده قدام عينك تحس انك تلغبط طيب ايه هم العربيات دي اول واحدة بعينة شيفرولي شيفرولي تيجي تشوف اخر حرف فيها تي فتتلغبط حس انت عايز تنطقها شيفروليت او شيفورليت هي مش كده خالص هي شيفرولي شيفرولي تاني عربية برضو تشوف اسمها تتنح قدامه ما انك عارفه وسهل جدا رينو 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 والتالت بتاعتهم هي العربية اللي احنا عصرناها وشوفناها في مصر طول حياتنا العربية اللي اسمها بوجو 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 مش بيجو لأ بوجو طيب ندخل بقى على بعد كده بص بقى العربية دي هي اسمها فولكسفاجن فولكسفاجن مش فولكسفاجن او دوا بمكن يمشي بالانجليش اشتر بس هو النطق الصح للعربية دي في بلدها وفي العالم كله هو فولكسفاجن فولكسفاجن ده ليه لان في النطق الالماني الفي بتتنتق زي حرف الف والدوليو بيتنتق زي حرف الفي فبتبقى فولكسفاجن نبدأ بقى سيدي نعلى بالمستوى شوية ونخش على العربية اللي بعد كده وهي العربية الكورشا بورشا وحسنا انا صدمتك بس هانيا اسمها بورش خالص هي اسمها بورشا بورشا طيب والعربية دي مش اودي هي اودي 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 طيب العربية دي بقى جماعة بصوا في ناس اختلفت عليها وفي ناس بتقول لامبورجيني وهي مش لامبورجيني العربية دي بكل بساطة لامبورجيني 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 تحس ان النطق عربي كده وحات حت حرف الار فيها ما بيتنتقش اور بيتنتق زي حرف الر لامبورجيني وندخل على الوحش اللي بعد كده حبيب قلبنا كلنا وهو البي ام في بي ام في طبعا ده علشان زي ما اتفقنا ال W في الالماني بتتنطق V ولكن لو انت عايز تقولها BMW فمافيش مشكلة ده نطق صحيح برضو بس النطق بتاع البلد بتاعتها هو BMW انسى بقى كل اللي فات ده ومعنى اخر عربية حبيبة قلبي شخصيا والعربية العاطفية اللي كل الناس بتحبها يعني بص اخشى ان هي ما اسمهاش الفا روميو يعني هي ما اسمهاش الفا روميو والله الحقيقة نسمها الفا روميو الفا روميو مش الفا روميو الفا روميو وبس كده يا سيدي ادي كالعربية بتاعت النهاردة كلها اتمنى يكون الفيديو ده عجبك ولو حابين نعمل نوعية من الفيديوهات دي اكتر ولولي في الكومنت وبس كده شير عشان اكبر عدد من الناس يستفيدوا ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب عشان يمسلك اكبر عدد من الفيديوهات وفعل الناتفكيشن بطن وفي الاخر احب اقولك سلام اشتركوا في القناة